وطيقة التاريخية ما بين الفطراء المطالب بالإصلاحات التي كانت نهجتها الحركة الوطنية في سنوات 1934 و1936 مع تقديم المطالب الإصلاحات العامة وكذلك فيما بعد المطالب الإصلاحات المستجلة إذن الانتقال من هذه المرحلة للمطالب الإصلاحات إلى مرحلة للمطالب الاستقلال يعني الحصم نهائيا في نظام الحماية الذي تفرض في 30 مارس 1912 والذي تضمن أعداد من الاتزامات لسلطات الإقامة العامة لحماية فرنسية لموفات شبهها وكان منطبيعي أن الحركة الوطنية تصل القناعة أنه لا محيدة عن طالب الاستقلال ولذلك تقدمت بوطقة المطالب الاستقلال التي هي تهيئات بتشاور وتناغم مع جلالة السلطان سدي محمد بن يوسف محمد الخامس التي كانت تشاور معه بشأن الإعداد الوطقة المطالب الاستقلال وعرضها على تقيع ديال الشخصيات وطنية من مختلف الأطياف الحزبية التي كانت موجودة أنها داك تبدك الأسكتيرية أيضاً عيد وطني ماذا يعني هذا العيد الوطني بسبب الأجيال الحالية؟ هذا العيد الوطني ديال 11 ينير 1944 و44 اللي كتكون فيه إحياء وتخليط الدكرة هو كي يعني وقفة ديال التأمول وديال التدبور للأجيال الناشئة والمتعاقبة اللي من الواجب عليها أنها تتعرف وتصدر هذا الحادث التاريخي اللي كان حادث جيلي ونوعي بكل مقاييس واللي يحمل بحد العدد ديال الرسائل وديال الدلالات اللي من الواجب علينا ومن حق الشباب اليوم والغد علينا أننا نعرفوه بها ونبلغوها لهم باش تقوى فيهم الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وهذا هو عربون للوفاء للذاكرة التاريخية الوطنية اللي واجب الحفاظ عليها وتتمينها واجباء الجيال ديال اليوم والغد أن تستعب مضابيناها وتستلعب القيام والمعاني ديالها سكتري ما هي الأنشطة التي تنضم بهذه المناسبة سواء بنسبة لكم في منذ بيها أو بنسبة لمستوى الوطني الدكرة ديال 11 نار هي واحدة من 36 دكرة وطنية اللي كنحتفل بها وكنخلوها سنويا في وقتها في موعدها وبالطبع الاحتفاليات صبحات يعني كتعم التراب الوطني بحيث أنه جميع الفضاءات ديال الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير والعدد ديالهم يوثلتة واحدة فضاء إلى جانب النيابة الجهوية والإقليبية والمكاتب المحلية يعني المرافق الإدارية ديال المنذوبية السامية لقدم المقاومين وعضاء الجيش التحرير كلها هي كتعبأ هذه المناسبة هذه باش تنظم برامج احتفالية وبرامج لكتاسي واحد الصبغة تربوية تقافية وتواصلية مع الدكرة التاريخية فيها ندوات فيها محاضرات طبعا فيها لقاءة تواصلية مع أسرة المقاومة وجيش التحرير ومع كذلك المجتمع المدني ومع الفائلين الجمعويين ومع سائر الفئات والأطياب ديال المجتمع المغربي وصبح اليوم يعني هذا الاحتفال كذلك تيهم جميع القطاعات الحكومية لأنه كيكون واحد المنشور ليصيد رئيس الحكومة لكي يتوجه للسادة الوزراء عضاء الحكومة والمندوبين سواء منهم المندوبين الساميين أو المندوب العام باش يتعاونوا مع المندوبية السامية من أجل الاحتفاء بهذه الدكرة ومن أجل بلورة وتنفيذ برامج اللي كنا عنده واحد الآثار بالغ وواحد الوقع كبير في النفوس ديال الناشئة وديال الشباب وديال الأجيال الجديدة باش تبقى هذه الدكرة شعلة تحمل هذه الأجيال جيلاً عن جيل شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً اشتركوا في القناة